قرار إلغاء المادة 87 مكرر من شأنه رفع أجور مئات ألاف العمال يشكل الوظيف العمومي الغالبية الساحقة منهم بنحو مليون عامل وبموجب هذا القرار ستستفيد الفئات الهشة وأصحاب الأجور المتدنية البالغ عددهم 700 ألف عامل مهنياً في الوظيف العمومي بزيادة تفوق 70% وتشمل المصنفين بين الدرجة الواحدة والدرجة السابعة الذين تتراوح أجورهم بين 9 ألاف و 12 ألف دينار جزائري كما يستفيد أكثر من 300 ألف موظف وإداري مصنف بين الدرجة الثامنة والعاشرة بزيادة تصل إلى 15% وضمن الفئتين يدخل عمال النظافة وأعوان الأمن والحراسة والأعوان متعدد المهام من مختلف الأسلاك المشتركة من المستويات التعليمية الدنيا ويرتقب أن تتم مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ما يشكل عبءاً مالياً إضافياً كبيراً على عاتق الدولة في المقابل ترى كونفيدرالية أرباب العمل والمقاولين أن إلغاء المادة 87 مكرر سيكون له تأثيرات سلبية على الخزينة العمومية والمؤسسات وسارعت إلى تقديم مقترحات لوزارة العمل والضمان الاجتماعي لإعادة النظر في تعديل المادة وليس إلغاءها والشروع في إعادة تعريف المادة 87 من قانون العمل التي تحدد الأجر الأدنى المضمون اشتركوا في القناة